ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم مؤلف من أربعة توابق في عمان إلى أربعة عشر قتيلا بعد إخراج آخر جثة من بين الأنقاض كما أفاد مصدر أمني أردني اليوم وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني في بيان أنه قد بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض وأضاف أنه تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين مشيرا إلى عدم ورود أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين